وأنا وزير للدفاع فكرت في المشروع دوت وكانت الدولة المصرية فكرت فيها قبل كده يا خالد ومنك حج وتوالي المدة ديت احنا كنا بنتكلم في مجلس العوزر النهاردة وبقول حط الهدف ويفضل مصر وتتلف حوالين منه لغاية لما ايه يخلص ويتحق الموضوع ده كان كده احنا من ساعة 2012 وانا بحاول المشروع ده يطلع للنور في الوقت ده كل الشركات العالمية اللي لها اسم ممكن يستخدم ما تعاونتش معنا ما هي يا خالد؟ ما تعاونتش لغاية لما احنا مصرين نتصل بهنا ونتصل بهنا ونجيب ونتكلم ونقول هندي كل حاجة بس ان نعمل المشروع ده نعمله على أسس على أسس اللي انتو التعمل عليها ان ده يبقى شراكة والشراكة دي تحمل اسم الشركة العالمية وهي تبقى معنا في كل الإجراءات عشان يبقى فيه المصداقية الكاملة للإسم اللي احنا هنتحرك فيه الحقيقة لغاية 2019 يمكن وعشرين ما امكاناش ما يا خالد؟ ممكناش ليه ما امكاناش؟ مش مهم بس هو ده اللي حصل لكن احنا مصرين على ان نعمل كده لغاية لما جات كورونا بتأثيراتها فعملت تغيير عملت يا دكتور مصطفى عملت تغيير في الفكر العالمي في الموضوع ده فكانت الفرصة ايه؟ متاحة اذا لما تجي تجد تغييرات عالمية بتحصل حالين منك اوعى يفوتك تستفيد منها اوعى يفوتك يا يا خالد تستفيد منها تستفيد منها في الوقت ده قدرنا لقينا ان الناس بتفكر في تشكيل خريطة مختلفة شوية وكانوا مستعدين على دولة زي مصر انهم ما يشتغلوا معنا وتم عمل الاتفاق ويمكن خلال يعني احنا كنا عايزين ان احنا المصنع يكون في خلال 24 او اخر حتى 25 ولكن اول 26 مزبوطي باش كده حيكون المصنع ده شغال هنا في بلدنا انا عايز اقول ايه؟ فيه انا حقول كلام مهم قوي دي الوقت يا خالد الموضوع ده انا اعتبرته انه جزء من تصحيح العادات للمصريين لو قدرنا نخليه مشروع قومي لانتاج البلازمة طيب ليه؟ لان المعايير المستخدمة في قبول العينات واستمرارها صارمة جداً صح كده؟ طيب احنا انا عملت مركز في اي جامعة يبقى انا كل الشباب والشابات اللي موجودين في الجامعة اللي لو حابوا يخشوا يتبرعوا بهذا في هذا المركز لازم هيحفظوا على انه هما المصار الصحي والعادات الصحية هتبقى ايه؟ تصوّع لانه هو مش لو اي خلل مش مقبول ومش هيتقدم تاني في مقابل فيها يا خالد وانا دايماً بستفيد من اللقاءات دي عشان لقاء الضوء على اكبر حاجة ممكنة النهاردة دخل المتبرع كتقدير وشكر من المراكز لو هيتبرع مرة في الاسبوع كم في الشهر؟ بلاش تقول؟ طيب طيب لو مرتين بلاش تقول؟ طيب رقم معتبر ممكن يتقدم في مصر ملايين يا خالد هيا يا خالد الحلم كان ملايين الحلم اللي عندي انه بيبقى ايه؟ ملايين ملايين يبقى انا قدرت اجيب دخل من فكرة تحسن من صحة الناس وتخليني اتمكن مننا الالبومين والحاجات الاخرى اللي بتنتجها هذا البلازمة تبقى موجودة في مصر صناعتنا احنا بلازبتنا احنا بتؤثر على الصحة العامة للكتير من الناس لانا حيبقى مصار صحي محترم هي دي قصة البلازمة احنا عملنا تمان مراكز اذا قد دلوقتي تمان يا فنم والمستدف عشرين ان شاء الله ده عشرين في المرحلة دي عشرين وخمسين ومية يا خالد طب انتو حتشوفوا معايير للدول المتقدمة ازاي بتتعامل مع الشأن الصحي هنبقول كلام مناسب الشأن الصحي بشكل احنا حنتعلم منه الكتير لان الكلام ده بيتم اعتماده من الشركة الازباني وبتشرف عليه اشراف دقيق جدا وصارم جدا احنا بعداتنا يعني مش مش بنهتم بالطريقة دي انا بس احب تقول الكلمتين دول مش عشان اخد الكلمة منك عشان اقول حاجة تانية ايوه تشوفوا خالد بيقول ان احنا محتاجين واحده تلاتة من عشرة تريليون هو بيتكلم على الناس اللي هي متوسطة الدخل مش بيتكلم على الناس او الدول اللي مرتفعة الدخل يعني انت عشان تتكلم في مية وخمسة مليون عايز لك مثلا تلاتة اربعة خمسة تريليون جنيه طب هم مش ممكن حيبوا موجودين دلوقتي انا بقول للناس اللي هي بتخش المستشفى ما تعجبهاش يقول لك ايه ده فين البلد دي البلد هتجيب لما يكون معاه وعشان يكون موجود معاه لازم تعملي يا خالد تشتغل تشتغل ازاي ليل نهار اه تشتغلي ليل نهار شكرا يا خالد تشتغل ازاي تشتغل ازاي تشتغل ازاي تشتغل ازاي